دلوقتي حضراتكم ممكن تشتروا التيشيرت دوت من على صفحة فورز على فيسبوك وهسيب لكم لينك لها في الديسكريبشن تحت وكمان ممكن تحصلوا على ديسكاونت لو قلتوا ان انتم جايين من طرفي او من طرف فيلم جامد او ماتش جامد او الحاجات دي كلها وطبعا لو هتروحوا تشتروا تيشيرت فلازم تدوسوا شيروا لايك على الحلقة داية وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين وده طبعا مش كلامي انا ده كلام المنطق وده نقطة غريب جدا انها بتفوت على كل الناس ركزوا معايا كده حضراتكم هتدوسوا على الينك لفي الديسكريبشن تحت لو عاوزين تشتروا تيشيرت انتم تنحين ليه ما تدوسوا لايك وخلاص بعد نجاح عملية السطو اللي تابعناها في الجزء الاول والجزء التاني من مسلسل لكاسا دو بابل افراد فرقنا اصبحوا الان احرار ولكن الحرية دي ممكن تستمر فقط لو التزموا بعدد من القواعد اللي شرحها لهم البروفيسور فلما ريو بيعمل غلطة صغيرة بتخالف واحدة من القواعد دي بيتم اكتشافه والقبض عليه بمعرفة الانتربال ومع احساس توكيو بانها مسؤولة عن الغلطة دي بتتواصل مع البروفيسور وبتطلب تدخل جديد ومهمة جديدة لانقاذ ريو ففرقنا بيتجمعوا مرة اخرى عشان يقوموا بمهمة جديدة اكبر من المرة اللي فاتت واخطر من المرة اللي فاتت لتحرير ريو والتوصيل صفعة للحكومة اقوى من المرة اللي فاتت فيا ترى ايه اللي حيحصل واحدة من المشاكل اللي قابلتني وانا بتابع النص الاول من احداث المسلسل اللي اتعرضت على جزئين سنة 2017 اني كنت بعاني عشان اشوف عدد كبير من الحلقات وراء بعض وكنت بحس دايما بنفصال عن اللي بيحصل قدامي مش عشان كان وحش ولكن عشان ما كانش جذاب بالقدر الكافي انه يحجز مكانة متقدمة في اجندة متابعاتي ولما بدأت اتفرج على الجزء التالت كنت خايف من اني اقابل نفس المشكلة بس لما وصلت للحلقة التالتة في نفس الامسية تأكدت من حاجتين اولا ان المسلسل ناجح جدا في استثمار العوامل اللي خلته حالة خاصة في النص الاول وثانيا اني شكلي كده مش حنام الا لما خلصوا ولو حضراتكم متابعيني فانتوا اكيد عارفين ان ده موضوع من اصعب ما يمكن معايا المرة دي احنا دخلين واحنا عارفين الشخصيات وعارفين التاريخ عارفين نقاط القوة ونقاط الضعف عارفين الانجازات والاخفاقات مولفين مع فلسفة السرد والقفازات الزمنية ومولفين قوي مع اللغة واللكنة والثقافة وجعانين من اجل المزيد والمسلسل ما كدبش خبر استغل كل ده عشان ما يسبش اي اختيار تاني قدام الفريق او حتى قدامنا احنا شخصيا غير انه ينطلق في مغامرة جديدة ولكننا مش قدام محاولة رخيصة لاعادة نسخ رحلة النص الاول المرة دي الموضوع مختلف وبشكل رائع المرة دي فريقنا بيخش العملية الجديدة وهو متلهوج مش متحضر بالشكل الامثل روابطهم الجديدة لم تختبر بالشكل الكافي ومش كل الاحتمالات تم التفكير فيها وتغطيتها كمان المرة دي ادارة العملية على الجانب المقابل المتمثل في الجيش والبوليس والقوات الخاصة مختلف بقوا مقشرس كتير واذكى كتير مش قاعدين مستنيين يبقوا مجرد رد فعل لمكائد البروفيسور هما كمان عندهم خبع ومكائد خاصة بيهم وده بيشكل حالة من عدم الارتياح عند الجميع بما فيهم احنا وعجبني كمان ان المسلسل مضيعش اي وقت تقريبا عشان يشرح لنا ده سابنا نفهم لوحدنا ونتبين لوحدنا اننا ما بنتبعش نفس العملية مرة اخرى ما كنتش بحاول ابتدي باني اقول اني شايف ان الجزء ده افضل من اللي سبقوه انا كنت بحاول ابتدي باني اؤكد على ان الجزء ده نجح في الاختبار اختبار تقديم امتداد للاحداث ما كانش مخطط ليه من البداية مع مخطرة انه يطلع في النهاية مجرد نسخة محبطة ودلوقتي بقى عاوز اقول اني شايف انه افضل من الجزئين اللي سبقوه وده شيء مفاجئ جدا بالنسبالي يعني انت بادئ الجزء ده من غير ثلاث شخصيات مهمين واحد منهم يمكن ببساطة اعتباره السبب الرئيسي عند الكثيرين ان المسلسل ده كان حلو من اصله ومع ذلك تقدر تضيف شخصيات مثيرة للاهتمام وما تخليش المشاهد يحس ان فيه فراغ كبير طبعا انا هنا ما بحاولش اقول ان بليرمو عوض غياب بيرلين ولكني شايف انها كانت محاولة محترمة وخصوصا مع التقديم الجيد والتصميم الجيد والتكسيد الجيد لشخصية بليرمو وخصوصا كمان اننا مش مفتقدين بيرلين قوي زي ما احنا عارفين من التريلر وللامانة انا شايف ان ظهور بيرلين في التريلر كانت حركة ارعى شوية انت بادئ وانت حارم نفسك بالفعل من عدد كبير من الخدع والمفاجآت اللي تقدمت في الجزء الاول والتاني ومطلوب منك انك تطلع بافكار جديدة تعادل حالة الترقب وبتنجح في ده مع رشة جودة اضافية وهي ان المرة دي البروفيسور مش مسيطر وان اي حاجة ممكن تمشي بشكل خاطئ والتمن حيدفع في ساعتها انت بادئ وكل العلاقات مستقرة وهدية ومع ذلك بتقدر تخلق حالة اهتزاز عنيف فيهم كلهم بتتسبب في موجة جديدة من الشد الدرامي والعاطفي في كل مناسبة ممكنة كمية التحديات اللي الجزء ده نجح في انه يقلبها الانتصارات شيء يحترم جدا ولامع لدرجة ممكن تعمينها عن بعض نقاط الضعف واللي يمكن تلخصها في بعض فجوات المنطق في عملية السطو وفي مشاهد الاكشن ولو حضراتكم متعاطفين مع طبيعة المسلسل ممكن بسهولة عدوهم بس للامانة يعني طالما انت بتبدل مجهود كبير في شرح وتبرير بعض السيناريوهات بيبقى غريب شوية لما بتطلب من المشاهد ان هو يتقبل سيناريوهات اخرى بدون اي شرح او تبرير الاداء التمثيلي في الجزء ده جيد جدا وسهل نشوف بعض النطج في بعض الادوار كمان نشوف بعض التطور في العواطف والانفعالات امام التحديات الجديدة وخلونا نفتكر ان التحديات دي ذات طبقات متعددة احنا مش امام تحديات العملية بس في تحديات كبيرة جاية من الجانب المقابل اللي تحول بالكامل لصفة الشر دلوقتي وفي تحديات جاية من التعائدات الجديدة في العلاقات فعلا انا سعيد وانا بقول ان لكاسادو بابال في الجزء الثالث اصبح اتقلب كتير العواطف بقت اقوى الدوافع بقت اكثر حدة المخاطر بقت اعلى ومعاها الخسائر ممكن تكون كارثية التعائدات بقت اضخم حتى مع الشخصيات الثانوية في مشاهد في الجزء ده يا جماعة تحسوا انها تنتمي لاعمال اعمق واهم وكل ده من غير ما نفقد عوامل الترفيه الرئيسية لسه عندنا جرعات محترمة جدا من الاكشن والكوميديا والعاب العقل كمان عندنا توسع في نطاق التحديات البصرية ادى لبعض الكادرات الجذابة بشكل استثنائي معتقدش انها هتبقى مفاجأة بالنسبة للناس اللي شافت الجزء ده لما اقول اني دلوقتي بقيت مترقب الجزء الرابع اكتر ما كنت مترقب الجزء الثالث تقييمي للجزء الثالث من مسلسل لكاسا دو بابل هو 9 من 10 وما اظنش ان شاء الله اننا حنستنى كتير لحد ما نشوف الجزء الرابع وده لاني اعتقد رغم اني ما اردش في حتة بشكل مؤكد انه تم تصويره بالفعل منقشة الحلقة ما هو مسلسلكم المفضل الغير ناطق باللغة الانجليزية على منصة نتفليكس ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي